موسيقى 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 اليوم وصفتنا ريزوتو بالهليون نعم انا بحيثها شاتوية شو شو رأيك مين الاسبارج ريزوتو بالاسبارج طويل شو التحذير طبعاه شو هاي مافهمت سواء بتحسينها شوي شاتوية سيكون هناك صباح. لا تنامي الآن. لا أمسك بأسبرج. لا أبدأ أن تشجير كعب. لا لا، لا أبدأ. لا أبدأ. لنرى. سيأتي. سبعة خير مشاهدين. سأعلمكم. أسبرج لبناني؟ أنا أسمي هارون شديد. سأسمي لبناني. سأسمي لبناني. نعم جمبو شويد رح شيل الهوضي كبون مرح كبون طيب هل تعرف شو لا مرح كبون مرح كبون هل تعرف شو او شغل عملها رح اخذ الاسبارج رح اشتغل كذا شغلي بالاسبارج لقد قدر طلع الوصفة وعنما فيه ما اعمل كل هدول يعني كل هدول نحن شو بلزمنا نحن بلزمنا ريزوتو كرنروري بصلي بارمجانو زبدة أسبارج وملح وزيت زيتون وبيبر هل الأسبارج نريد كله؟ نعم نعم هذا الأسبارج أكيد بيعمل أكثر من واحد لكن كل العملية هي بالطريقة اللي بح أشتغل فيها بالأسبارج لأنه طارفة نريد طعمة الأسبارج بالآخر نعم 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 أكيد ما فينا نأخذ لا أسبارج مجلد ولا أسبارج معلب لا أسبارج مجلد ولا أسبارج معلب الأفضل أكيد أنه لا وأنا رح أقشرون بهذا الشكل أكيد ما رح كيبت القشرية عشان هيك هوا مكبيتهم كمان لأنه هدول بدي استعملون لحتى أخذ منهم مكسموم طعمة نعم 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 الروت نقشره هيدا الشكل هلا اكيد رح ارجع لنا الاسباير جمعات شوي ولا مندخل للمبيد شي ولا لا؟ المبيد فينا ندخل المبيد اكيد مبيد ابيض لما احنا عمنا مقالية انا مني ندخل المبيد المشاهدين اللي بيحبي حطي مبيد مع الوصفة اكيد بيقدر حسنا 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 اضافة زيتون سوف اضافة سوف اضافة الاسباير جميعا سوف نقليه مباشرة سوف نقوم بشكل اخر سوف نقوم بشكل فضل يسون بحسنا نقوم بتفشيله مباشرة واذا نقوم بحوال الحكومة سوف نقوم بخضره او نقوم بتحوال الحكومة لنسحب منها كل الطعمة وهذه الماء اللي بتطلع هي اللي نطبخ فيها لأنه بالإخير عطول لما بتطبخي انت عشو عبتدوري عبتدوري على فيتامينز عبتدوري على نوتينز يعني إنك هيت عبتدوري على طعمات وين مكان عبتدوري طعمات كيبت جيبيون يعني في هالتكنيكس الزهار أو الالتقنصب الزهار اللي نحن عطول لازم ننتبه لون وندور وين مصرح هلا هون وين مصرح هادي الليون ها حط على هان شوية ملع هل زبدي دائما بالآخر؟ الزبدي للايزاتو أكيد بالآخر هلا هل أرى لحد هل غير مصرح هل زبدي للايزاتو هل زبدي للايزاتو أكيد بالآخر مرحباً سأتذكره الآن سأتذكره الغلاء سأتذكره الغلاء الآن سأتذكره الغلاء ويجب أن ندخلهم بقل برسلطة؟ سأتذكره الغلاء صحيح. بسرحي دال في قطعة بقلبة. رح أكيد لأما بدّي هالملمسي، رحكون على بقلبة و رحكون على وجهة. هيدا الشكل. هيدا الشكل. عندنا تلش دخلك بالبرات. هل سوف أطلق المسكين؟ هل سوف نأخذها. هذه هي حطيتون. هذه حطيتون في زمنية. سوف أحضر هذه المسكين. سوف أحضر هذه المسكين. نحن نقوم بعمل نحن نقوم بعمل نقوم بعمل سوف نأخذ البصلة سوف نحضرها كما نقلع الريزوتو سوف نبدأ بالبصلة المفضل سوف نبدأ بالبصلة المفضل سوف نع��تهم هنا سوف نبتع غبية سوف نغاقق مع الغابر سوف نقوم بصراحة بطريقة بجميع المفضل سوف نضغط في البصل علي أن أقلب الى النيون سوف نضغط Bouban ذو لنلتعاء الغابر لأن لي I pros Yu-U. ولو ده يقلبه موفز بسبب ال良جو سوف نضغط ونتظر من contains سوف أعطيه الطعام اللي بدي إيها إذا بخليونا على كبرهن هيك شو رح يصير؟ رح ي... عشان هيك عطول بلغم نطبخ في ديركشنز من قرر نأخذها نحن عم نحضر مكتير مهم ندلنا نفكر ندلنا نفكر بالرسالة كيف بدنا إياها تطلع أنا قاعد عم نطبخ لا تحلم يميت ما بتحلم؟ بحلم أكيد بحلم بالرسالة كيف تطلع لا قصد التحلم مش تاني أنا عم بطبخ أنا بطبخوا في الطبخة ما بكون تبهت عمت كل هالستبس شو تكوني عم تحلم؟ نعم نعم نبك في شي مشروع شي شاغلي شي مانو قالوا عليها بالطبخة عم دور على ماندولين بعرف عنا ماندولينو دحية هاي كي بيشتغل رب الله هلأ هلأ جب ما تلج؟ لا أم لا أجلب التلج طيب هلأخذ هيدا جزاة شوف شو هلأعمل هلأعمل شي كتير ما هادوم بالأسفاج هاي حلوة هاي مشاهدي هاي 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 ولكن لا يمكنك استعمالها ماذا هذا؟ يوجد كثيرا نضعها بالتلش سوف نقوم باستعمالها سوف نقوم باستعمالها ولكن لا يوجد كثيرا ننتبه كيف نستعملها لأن هذه الحية ولكن قصتها لا تستحكدها لا يوجدها لأن هذه الحية سوف نزلها سوف نقوم باستعمال أو سوف نقوم باستعمال لا 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 سوف نقوم باستعمال ونقوم باستعمال سوف نقوم باستعمال ميلا هذه لجعله سوف ترون فقط سوف ترون سوف ترون لا يتلش حضرت هنا دعني أقول الميزان بلاس اللي بدي يشتغل فيها هذا الأسبارج حسناً نضع هذا هنا نضع هذا هؤلاء كلهم نضعهم نضعهم هنا حسناً لنبدأ بالأسبارج أعتقد أنه يحب أن يتصل على أشخاص دخليك هنا نذكر برقمنا 0444444 إذا كان لديكم أي سؤال لمرون جيداً جيداً نعم هل نعمل مننا السوف؟ آه نعم جيداً نحن نعود إلى الأزيت زيتون هون برقية سات كثير منيحة هنا زيت زيتون لريزوتو هذا البصل نعمل توستيم هلق لرز هجل أزكر لكنا بدي كل تنجع من حد المرأة صحيح بمرقة خضرة مرون مرقة خضرة مع الأسبارج أقمنا الملقة خضرة مع الحدود المصطل الأسبارج أقمنا بكل طريق كبنيهم بألبا توقف المرقة أقمنا بكل طريق كبنيهم بألبا وضعه يظيفون يظيفون اقمنا بشكل طريق هنا لأقمنا بشكل طريق إلى الأول أقمنا بسلي أكتب كبري هلح لا يجب أن نغسله لا يجب أن نغسله لأنه يجب أن نغسله لا نغسله لا نقعه لا نجعله كما هو لأنه يذهب للنشاء يجب أن نغسله هناك قسم بهذا الشكل نضيفه هناك قصص سأرى في القرنية سأرى الأسبرج فكل الفكرة سأرى الأسبرج سأرى الأسبرج سأرى الأسبرج سأرى الأسبرج هناك قائدت سأرى الأسبرج سأرى الأسبرج سأرى الأسفل في الأسفل سأرى الأسفل ماء طويلة الماء الماء من تفقيق والمماء سأرى الأسفل نغطي الأسفل سوف أخذها سوف أخذها من أجل المصفية أعودها كثيراً أعودها كبيرة سوف أخذ ملعقة سوف أضعها سوف أقضل هذه الملعقة سوف أقضل سوف أقضل سوف أقضل سوف أخذها سوف أخذتها اصبار سوف أقضل أعصي كثير من يمكن أن تكون سوف أصابتهم سوف أتضع كل شيء منها سوف أخذها بالتفاصيل هذه المرأة أكيد أنه في استعملها لأعمل منها السوب يعني بتطلع للسوب حيدي أمين أهلا ملاطيسال ألو أهلين كيفك أنا ميحة وأنت بدي أسألك كيف يعملوا الججال كيف يعملوا الججال كيف يعملوا الججال كيف يعملوا شو ما لحقنا شو كيف يعملوا الججال يجبس الماء كيف يعملوا الججال بشكلتك سهلا كيف يعملوا الججال نقضنا رز نقضنا رز أنا أقوم بعمل البز كيف يعملوا الججال إنها أدر فيها هانا تضربنا أو شئ كل شئ ريسوتو يأخذ ماء يأخذ ماء كل شئ ريسوتو يأخذ ماء نحن نزيل نضيفه 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 سوف نضع الملعو أحسن المرأة سخنة تغلية هل أحسن الملح من باهر أو بالأخر؟ أخر شيء لأن المرأة فيها ملح إذا ملح وباهر هلأ ما يحدث؟ لا يبدو أنه يخرج لأنه يوجد طعم ملح على التبخر وإنتصاص المرأة والرزلة بإنتصاص المرأة سوف تكون طعمة وإنتصاص المرأة ونبدأ الآن سوف نبدأ ونقوم بإنتصاص المرأة ونحرك فيها قليلاً لدينا وقت بعض ونعود إلى التائس نعم 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 سوف أقوم بإنتصاص المرأة سوف أبدو أن أرغل ريزوتو كما ترون كما ترون سوف أضعي الأسطة سوف أضعنا الأسباج سوف أضعنا المرأة سوف أضعنا بأكام الملح ونزعنا ثم سوف أكام سوف أطمئه سوف أضعنا كل شيء يعني أهم شيء أوكي، وهو اللي شو؟ هيدول رح استعملون كاكارنشل و رحبدأ عمل كأنه عم نعمل رزلتو أسفادج كوي أكلو رو ان كوكت سو رحكون عنا كوكت بقلب الطبخة و رو رحكون على رجل بس حتشوفي يعني قداش رحكون شكل نهيكي بلزنت حلو هاخدنا حطاني شفيت ما رح ناخد اتصال، علو علو علو، مهندور أهلا وسهلا، مين معنا؟ علو، مهندور أهلا، أهلا، أتفضلي وحياتك بدأت أسأل الشيخ أتفضلي، مهندور كيف كابيس المأتي والأخيار عم بيكبسو، عم بيهتري بالمرضبان شو السبب؟ أهلا، مرة حالك كيف عم تكبسير حالك أنا كيف كابيسو، ما بيهتري معي سو ملمكبانان بامي موسم الموني هلأ أول شيء، أكيد لما بنا نعمل كابيس بس، بدنا ناقي، الكيل المئتي والاكيل الخير ناقيهم يكونوا جو فرش مش صارهم جمعة ديكونوا بعضهم أسين ديكونوا بعضهم أسين واحد، اثنين، بدو كونوا حبات صغار وحلوين ثلاثة بنحضر البلد يعني مرقة الكابيس أو الصوس كبيرة اللي هي ملح جمالا بيقولولك اتصال لي مي وملح فوشة البيضاء بس تفوش البيضاء يعني حقاً لكل كيلو ماي 200 جرام ملح ملح خشين عطول برجع بحط عليها خل أو خل أبيض حسب شو بدي الطعمي خل أبيض أو خل تفاح أو خل هيدا بيخد كبتين ماي كبت خل بحطهم مع بعضهم وبغليهم كمان بخليهم سخنين بترجع بتاخد الخيار بتجيب شوية برغل شوية حمص بتحطهم بقلب بتحطهم فيها بقلب مسلمة شاشة صغيرة زغار 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 كتير بتحطهم بقلب مرتبين وبتشكشك الكبيس اللي شو اسمه المأتي والخيار وكل هيدا أنا عطول بحب جيب أرنحار قصه خليه مثل ما هو بحطه بقلبه صوستوم كبه نحط مقلبه للطعم ورق الغار حطه بقلبهم بترجع بتحط المرأة طبع الخل سخنة فوقهم وبتغطي المرتبين وبترجع بتعمله باستيرزيون كمانا أنا بنصحها تعمله تعقمه لأنه نحن عادتنا باللبنين ما منعقم الكبيس لما بتعقم الكبيس اللي تصل حرارة بقلبه قريبا على 80 هادي شغالة ما بعرف اذا بيعملوه ولا لا ترجع الطب المرتبين بمية مغلية أو بتخلي واقف ما بأسر بس بدك مية مغلية اللي تصل حرارة بمية تقريبا عن حرارة على 85-86 درجة أو 90 درجة وتصل حرارة بقلبه على 85-80 كمان بيكون تعقم إذا في بكتيري زي في الشيش لناها وبهيدا الوقت ترجع بتشيلهم بتخلي تبلش تشيل مية يعني بتشيل نص مية السخنة بتحط مية من الحنفية ترجع بتشيل مية حنفية لحطها شوية شوية تلاشية حرارة حط مية في الجول المرتبين بس إنه تشيل ثلاث أربعة أو خمس مرات ترجع بتحط مية وتلج لا تسقق عن كتير المية لحتى يضغط المرتبين واحد أثنين بدأت تنتبه إنه ما يكون فيه أوفرفلو يعني يعني ما بعرف إذا عندي مرتبين المستوى بقلب المرتبين إنه ما يعني إنه هيدا المرتبين لنقول هيدا المرتبين إنه ما نعبي خيار لهون نعبي خيار لهون نعم وتكون المرأة فوق الخيار غمرته غمرته هلأ شو بساعد تينا البرغل والحمص برغل الحمص بساعد على امتصاص الارتوبة اللي بتطلع من الخيار يلي هي مرات تخلق هالم هلأ أنا ها هذي اللي بعملها ويلي بتطلع معي بتخد العقل المشاهدين إذا لأنتو كنت جار بس قصية التعييم شغالي مهم وحلم التعييم أنه بسرع الكبيس يعني إنه بتعامل الكبيس يجب تكل منه بالطريقة العادية بدك منم شهرين أو تلك تشهد أو خلينه شهرين شوي بهاي الطريقة بتكل منه بعد جمعتين حلو لأنه بيكون كمان سرعت هالك المتحل فخليها تجرب هالطريقة تذكرنا بالخير هلأ الريزوتو عبين طبخ مشاهدين زدنا هلأ الاسباج اسباج راح يكفي طبخ نايره يكفي طبخ والريزوتو اكيد عبين طبخ بها الوقت تريبا باعدش عمين دقاي لأي خلاص بها الوقت بيكون خلصية المرأة شربها نهيناه بالبرمزان بعد عنا سكس منتز يا عظيم خلينا نكفي بها الوقت منكفي انا ويك هلأ هنا انا هدول كل البربس منحطتهم بالتلج انه يكون عندي هالكرونشنس انه التلج بيعطي كرونشنس للخدرة وبقدر استعملهم هكي بطريقة كتير جاية على الصحة يعني تطلع هيكي صيفية مودرن مطرفها مع شفاية أدبل فلاورز مع كل هيدا سو بطلع عنا ريزوتو بياخد العالم هادي اطول طبخة ريزوتو بعملهم بحياتي بس الطافشو الحلو طويل شوية عنا نعم نطبخة واحدة بس انه قدنا نمرو بثرو ده هول ستبع بكل مزبوط نحن نحن نحضر اتصال مرحبا 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 أكتبي شوية الملوخية مرحبا ما شخص خضرة الملوخية الخضرة نعم الورائية كيف تتبخيها بس إليلي على السريع مش كلها سوا أنت بتحطي الملخية أدي تغليها وقت للملخية عشر دقايق بعد ما حضرها كل شيء أوكي بس أبدأ لك الملخية ما لازم تغليها الملخية لازم تحضري للمرأة طبعا ما بعد ذلك تعمليها ورق ولا مفرومة حضرتك بس بديك تحطيها على الطاولة بتغلي الملخية بتسقطيها تبرم عليها النار مرة وحدة ها هدى كاميرتنا تبرم عليها النار مرة وحدة بتشيريها وتحطيها على الطاولة بتظل خضرة هلا أفلس لي طبيعي أنه بعد نص سرعة لخية غير لونها لأنه بالمرأة في حامض بالمرأة في خل الحامض والخل هني أسيد والأسيد بيخلي كل الخضرة الخضرة تخسر لونها تغير لونها عندما بتعملي هندبة بالزيت بتقليها ما بتحطي عليها حامض بتظل خضرة عندما تحطي عليها حامض بتصير فيه تأكسد تأكسد يعني هو نتيجة كتير قصص مش رحكي عنه طبي تغير لونها طبي تغير لونها إن شاء الله تكون قدرت جا وبطا بس إنه على الأكيد الأكيد هيدا السبب رح أخد بعد شوية مرأة شو تينا حابت لكس جود وبلشنا نشوف الملمس الكريمي بلشنا نشوف الملمس الكريمي بلشنا نشوف بواد الخير ها 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 طبخ دائما فيها خير هادا الغر S czy طبعا طبعا فيه فن في خير في كل شي اه لبían مممم شو حلو ولونا. يس. اكيد ما بنزادلو كرام. ايه طبعا لأ. دخيلك. في كتير اشخاص بيزادوا كرام. دخيلك. بالمطاعم خاصة. دخيلك. لأ انا ما بيعرفو يعملوه. ليه شو رأيها? ما بيعرفو يعملوه. او بيعملوه على السريح. لم يرى ما بيعرفو. ما بيعرفو. ما بيعرفو. شغلي كتير 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 مهمية بالريزوتو. لا عرف اي حبي نقل? تاني شغلي. الطبخ الشوي شوي مثل ما انا عم بعمل التحريك المستمر يعني لما بتحطي المرأة الصخنة وبتحركي مرأة صخنة وبتحركي هالموفمنت كلها سوى هالجست كلها سوى العبتها عمليها هي بتخلي النشعل بقلب الرز يطلع وهي اللي بتعطي هالملمس اللي هو نحنا الكريمي ولا الملمس الناعم. سلما نكون بمطعم ونطلب ريزوتو هلأكيد هنا يمكن بيسلوا الرز بيتبخوا الرز مستطحة. لازم ضروري تعمي بيكو السوم. ضروري. مجهولة. ما مفروض يجينا الصحن تحت ال 20 ديام ريبا سيعم. الصحن الرزوتو اجلكي. فاسر لك باي تايم على الوقت. الرزوتو ما ناخد اتصال لنطر. باش خلينا ناخد الاتصال بجعة فاسر. يلا. عشان ما نطر. علو. علو مرحبا. أهلا وسهلا. يعطيك العاشية. مرشي. تفضل لي شو شاكاليك مادا. لو سمحتي بدي اسأل عن الفطر كيف بيجفف البنادورة. بيجفف البنادورة. ايه ولو سمحتي كمان بدي اسألوا عن الفطر كيف بيفرزوه. وشكرا كتير كتير. مرسيك. اهلا وسهلا. بنادورة مجففة. بنادورة هايني بنادورة بيجيب كيلو ملح كيلو سكر. ملح خشين بردقين يا عيم. تحطي معه كيلو سكر. تحطي معه ملعقة بهار اسود مدقوقة. ملعقة بهار ابيض مدقوقة. واذا بديك تحطي معه زعتر او شي في كيلو سينو بليها. تاخذ بنادورة. بتقصيها بالنص. بديك جيب بنادورة حمرة وقاسية. شغلة كتير مهمة. بنادورة بالنص حسب كبرة. ما بدا تكون كتير كبيرة. كبيرة تقصها واجز. يعني شرحات بنادورة. بتحطهم عليها. وبتجيب مصبع. يعني بتجيب سينية مخرمة. بترش الملح عليهم. بتحطهم. الآن في الصيفية الحرارة عالية فيها تحط على الشمس. حلو. احنا ما ننشف بالفران. ما ما ننشف برا. احنا ما عنا سطح. احنا ما عنا سطح. احنا ما شقدين متضيعة. اه الله بتطلع وفنزل. عنا مكانية خصوصية التنشيف أصلا. بكرة بنعمل حلقة عنهم بركي جمعا. كل شي تنشيف في فضر. بكرة عامل جمعة تنشيف خضر الله حتشوف. فبهذه الطريقة. بس العشية بدأت شيلهم. تغطيهم. مشان رطوبة. وترجع بنهار تردهم. حسب قداش بدأتنا شوفهم. فيتنا شوفهم على آخر الآخر. فيتنا شوف النص تنشيفة. بس لأنه أهم شي تحطهم على شي مقدوم قد واحد. حتى ينزل الماء. لأنه السوديوم بسحب كل اللهم. يعني هي طريقة تقديد. إذا بدك عم تقدد هي. نعم. لأنه التقديد هو شو؟ التقديد هو طريقة حفظ للأكل. طح. السكر والملح بالأيام القديمة. نفتة. كانوا يقددوا. ما كان فيه برات. كان فيه نملية يغضر. يحفظوا بالزيت. يحفظوا بالسمنة. عشان هيك كانوا يعملوا أورمة. يحفظوا بالملح. يحفظوا بالسكر. بالسيروق. الفطر بنحط بالفتر؟ بالفتر أنا برأيي ما تحطوا بالفتر. بحال بدأت تحطوا بالفتر. تتغير كثير. بحال بدأت تحطوا بالفتر. تجيب ماء. وماء وملح. وحامض. تغلي الماء. بتسقط الفتر. وبتشيلهم. بس لا تعقمهم. مش أكتر. بتشيلهم وتصفهم على ماء مساق على توقف طبخهم. بترجع وتحطهم على شارشف. تينشفهم. لتنشي تسحب منهم الماء. ولما بدأت تجلدهم تحطهم حط بعضهم الثانية تجلدهم. مسي جلدهم تحطهم بكيس وهي كده. كمين اتصال علو؟ علو تينا بونجور. أهلا وسهلا تفضلين. بدي أسأل عن هالأكل لأنه فقط من النوم لقيت لوم أكثر. طبح النوم. مدام أصاصة إليك مش رح أقلينا. هل أنت وعيدة كيف تحضرينها؟ أنت وعيدة قبل بشميع. هل أنت وعيدة فسير. أحبيت. هيدا ريزوتو ما دام عم نعوله بالفط بالهليون. تعرفين الهليون لونه أخضر عملنا مرأة بالهليون. طبخنا الهليون وتحنيل أخذنا منه هاللون. وعم نطبخ فيها الرز عشان هيك الرز سر لونه أخضر يعني هذا لون طبيعي. ما في صبغة ما في شي مش 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 طبيعي كما بقولون. زايدين شي. مش زايدين شي. ما في أديشنز. وهلأ عم نعمل هون عنا الجبنة والزبدة وكل البيئ اللي رح نكافي فيهم طبق. تابعينا هلأ. وهون المآدير كمين. وهون مآدير الوصفة كمين على الهواء إذا بتحبيت علي. يومي المآدير. وهذا الرز. وهذا الرز. خلينا نبدأ نحضر نحنا للتاستينج. نحنا تقريباً الرز بأي مرحلة صار مرحلة؟ الرز صار مرحلة كتير متأدمة. يعني بده شي خمس داية؟ نحن نرجع على التاستينج لكينا نشوف كيف صار الريزوتو بالأسبرج. اشتركوا في القناة